بدعم طيران التحالف والقوة الجوية شرعت القطاعات العسكرية متمثلة بقيادة عمليات الأنبار وفرقة المشاة الأولى وبمساندة الحجدين الشعبي والعشائري والفوج التكتيكي لقيادة شرطة الأنبار بعملية كبيرة لتحرير ناحية عكاشات شمال غرب الرطبة التي تعد المدخل الجنوبي لمدينة القائم عبر صحراء الأنبار بغية التحرك منها نحو قضائي عانى ورا ولتحريرهما القوات العسكرية تمكنت من تحرير ناحية عكاشات وتأمين الطريق الدولي الرابط مع الحدود العراقية الأردنية وألحقت الخسائر وقتل العشرة من مسلح تنظيم داعش بالساعة 545 شرعت القطاعات بالتقدم من تقاطع عكاشات باتجاه ناحية عكاشات القطاعات المشاركة هي الجيش العراقي والحجد الشعبي والحجد العشائري وقوات من الشرطة المحاور التي تقدمت بها القطاعات هي ثلاثة محاور محورين باتجاه عكاشات ومحور آخر باتجاه الشريط الحدودي العراقية السورية نعم القطاعات مؤمنة بالكامل وتستمر عملية التحرير إن شاء الله على شكل مراحل المقاتلون أعربوا عن استعدادهم التام لخوض المعارك الجارية رغم وجود بعض المعوقات التي شاغلت القطاعات المتقدمة منها العبوات الناسفة والانتحاريين إلا أنها لم تحد من تقدم تلك القوات المهاجمة وألحقت خسائر في صفوف داعش إن شاء الله حررنا عكاشات اليوم إن شاء الله قادمون إلى عان وراوة ورسالة للعوائل المحاصرة على داعش إن شاء الله يطمئنون ساعات نحن جايهم نحرهم من دنس داعش إن شاء الله العملية موفقة إن شاء الله لكن هناك معوقات من العبوات الناسفة وبعض الانتحاريين كلها إن شاء الله مسيطر عليها العملية العسكرية تهدف إلى تأمين نحو 90 كيلو مترا من الطرق النيسمية والرئيسة الرابطة بين عكاشات والرطبة باتجاه الطريق الدولي الرابط مع الحدود الأردنية بعد تخلي الشركة الأمنية الأمريكية عن عقدها المبرم مع الجهات المختصة لحماية هذا الطريق بحسب القادة الميدانين هذا الواجب بنوعين من النوع الأول تحرير المنطقة بالذات وتأمين وسادة من الحماية لمنطقة الرطبة والشيء المهم الآخر هو تأمين مقتربات الخط الدولي السريع وبعد أن تراجعت الشركات الأمنية الأجنبية عن قدرتها في إدارة وتأمين هذا الخط الدولي سيصار تأمين الخط من قبل قوات أمنية عراقية مشتركة من الجيش العراقي والشرطة والحشد لتفعيل عملية مرور البضائع التجارية والمسافرين من عمان إلى بغداد وبالعكس عمر العبيدي الحرة